هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين جلسة نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأكد المشاركون ضرورة تحقيق أهداف ومحاور الاستراتيجية ودورها في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية حيث تتوافق مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية وكذلك رؤية مصر 20-30